إجراءات احترازية ووقائية مشددة اتخذتها مقاطعة هوبي الصينية مركز انتشار فيروس كورونا فقد أمرت السلطات سكان المقاطعة بالبقاء في المنزل ومنعتهم من المغادرة ما لم يكن الأمر طارئا ستسمح السلطات لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل مرة واحدة كل ثلاثة أيام لشراء المواد الغذائية والسلع الأساسية وسيتم ابقاء مدخل واحد فقط في المباني السكنية مفتوحا مع وضع حراس عليها ولن يسمح بدخول المبنى أو مغادرته إلا من قبل سكانها سيسمح فقط للصيداليات والفنادق ومحلات البقالة ومراكز الخدمات الطبية بالعمل بينما تظل باقية المؤسسات مغلقة كما حضرت السلطات استخدام السيارات في هبي باستثناء المركبات التي تنقل السلع الأساسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر